اشتركوا في القناة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وفي بيانها السنوي بمناسبة اليوم العالمي للاجئين دقت ناقص الخطر بإعلانها أرقاما لم تكن متوقعة مؤكدة أن أعداد اللاجئين والنازحين وصلت مع نهاية العام الماضي إلى نحو ثمانين مليون شخص أو أكثر من واحد بالمئة من سكان الكرة الأرضية ثمانية وستون بالمئة منهم في كل من سوريا وميانمار وأفغانستان وفانزويلا وجنوب السودان أسباب النزوح أو اللجوء مختلفة تتراوح بين الحروب سواء كانت دولية أو أهلية والاضطهاد الديني أو العرقي والخوف من الإرهاب وغيرها وهي عوامل أدت إلى نزوح الملايين في قارات آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية على وجه الخصوص العالم العربي كانت له حصة لا بأس بها من المأساة فالعراق وسوريا واليمن كانت في طليعة الدول العربية من حيث أعداد اللاجئين لأسباب معروفة وعلى الرغم من المخاطر التي يتعرض لها النازحون والمهجرون والمتعلقة بالجانب الخدمي وغياب الرعاية الصحية والعلاج والسكن بظروف غير إنسانية وفقدان ملايين الأطفال فرص التعليم فإن وباء كورونا أضاف لتلك المخاطر بعدا أكثر خطورة في المرحلة المقبلة لما تشهده مخيمات النزوح من غياب لوسائل الحماية والوقاية في معظم الحالات أقصى ما يتمنه أن ينازح أو لاجئ هو العودة إلى أحضان بلده بالمقام الأول أو الحصول على مكان آمن في أي مكان بالمهجر وهي أمنيات تقف أمام تحقيقها أسباب سياسية وأمنية متعددة وشائكة لكن الظروف المأساوية التي يعاني منها اللاجئون لم تفقدهم الأمل بالعودة إلى وطن ذاق الأمرين بعيدا عنه بعد سنوات من الصبر والتحمل والألم والحرمان بانتظار غد أكثر إشراقا لهم ولأبنائهم ترجمة نانسي قنقر